اشتركوا في القناة من الدرجة الثانية هي الدرجة العادية وفقاً لمقياس شدة قياس شدة المنخلاط الجوية الممتكة هنا في تقس العرب خلال ساعاتنا هذا اليوم يتوقع حطول الأمطار بشكل أساسي في المناطق الشمالية بينما باقي المناطق بما فيها العاصم عمان الأجواء تكون بها غائمة جزئين لغائمة وباردة مع نشاط في سرع التريا أما اعتماراً من ساعات ما بعد العصر والمساء يتوقع امتداد هذه الأمطار نحو المناطق الوسطى بما فيها العاصم عمان ويتحول التقس مع ساعات هذه الليلة يصبح بارداً وغائماً مع هطول الأمطار على فترات أما في ساعات النهار نهار هذا اليوم يتوقع بمشيء ثلاثة أن يكون التقس بشكل عام غالباً غائن هناك فرصة ضعيفة حقيقةً لبعض الزخات المحلية من الأمطار ودرجة الحارة العظمى 12 درجة المئوية هناك انخفاض حاد وملموس على درجات الحارة بالمقارنة عن ما كانت عليه درجات الحارة خلال الأيام الماضية أما الآن دعونا نتعرف على درجات الحارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة والتي سنبدأها شمالاً من مدينة إربد التي تتوقع أن تسجل من 13 إلى 9 درجات جراش 12 إلى 7 عجلون كملاحظة 9 إلى 6 درجات مئوية والمفرق من 15 إلى 7 درجات مئوية والأمطار متركزة في القطاع الشمالي من المملكة تضع في احتمالية الأمطار خلال ساعات نهر هذا اليوم في المناطق الوسطى فمثلاً في العاصمة من 12 إلى 7 درجات مع أجواء غائمة جزينة لغائمة مع احتمال لأن تمتد بعض الزخات من الأمطار خلال ساعات النهار ولكن مع دخولنا في ساعات العصر والمساء يتوقع أن تمتد إليها الأمطار بمشيئة الله تعالى الزرقاء من 15 إلى 9 البلقاء 13 إلى 8 وفي مدن من 13 إلى 6 بينما تكون في البحر الميت من 21 درجة مئوية في ساعات النهار والصغر ليلة 14 درجة مئوية المناطق الجنوبية تكون هناك الأجواء بها رياح نشطة في عمو المناطق تلقى بعض فرص الأمطار خلال الآن الساعتين القادمتين في بعض المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة تكون في الكرك 10 إلى 4 درجات تطفيل 11 إلى 5 في الشراء من 9 إلى 5 في معام 12 إلى 5 أما في خارج العقبة فترتفع العظمى اليوم إلى 20 درجة مئوية في ساعات النهار وتكون الصغر ليلة حوالي 12 درجة مئوية ختاماً في المناطق الشرقية في المملكة 17 إلى 6 في الويشد 16 إلى 5 في الصفاوي الأزرق من 17 إلى 6 درجات هناك فرصة لبعض الأمطار الآن خلال الساعتين القادمتين ثم تتراجع فرص الوطول في هذه المناطق خلال بقية ساعات نهار هذا اليوم دائماً طبعاً ونقول والله تعالى أعلم إذن هذا كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة لهذا اليوم أتمنى جميعاً لكم نهار سعيد أينما كنتم دمتم بخير أبداً لكم